اهلا بحضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من ايامنا على ارض مصر نستعرض فيما حضراتكم اهم الملفات والقضايا والاخبار التي تحدث على ارض مصر ومن اهم ما يحدث على ارض مصر هو مستقبل مصر الزراعي عقد رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا هاما لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مصر المستقبل للانتاج الزراعي وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة سواء فيما يتعلق بالاستصلاح للاراضي وانشاء الصوامع للتغزين وايضا لتغزين الغلال والحبوب او التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للانتاج الزراعي وتم عرض الجهود المبزولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الاراضي واستخدام احدث الانظمة للري والميكانة الزراعية وقد وجه سيد الرئيس بمواصلة التنفيذ المحكم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية فيما يضمن استيعابه لمصار التنمية والتطور العمراني اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة اولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني ان الحوار الوطني هو انطلاقة جديدة نحو الجمهورية الجديدة وتتضمن كثيرا من الامال والحلول الجارية لكثير من المشكلات والازمات واضف ان الاسبوع المقبل سيشهد جلسات الحوار الوطني وهي جلسات علنية تذاع على الهواء مباشرة بحضور كافة الاطياف بحيث تعرض خلال هذه الجلسات مناقشة للمشكلات والمقترحات المقدمة وصولا الى الحلول المرتبطة بالواقع مشيرا الى ان التوصيات ستخرج اولا باول وسترسل الى السيد رئيس الجمهورية انطلقت فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بمحافظة شمال سيناء تحت شعار فيما يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب والذي تنفزه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 30 شاب وفتاة من اعضاء مراكز الشباب ويتم تنفيذه تحت رعاية دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء وذلك من منطلق الدعوة التي اطلقها سيد الرئيس لاجراء الحوار الوطني السياسي يجمع كل الطيرات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ويتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة وقد نظمت وزارة الشباب والرياضة منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب لتكوين صيغة متكملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب في وثيقة شبابية وزارة التموين والتجارة تستمر في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم التغذيجة والمجمدة وطرحها للمواطنين في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق كذلك صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات وصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها أهلا بحضراتكم شاهدين على أرض مصر وعلى أرض مصر جسر جديد يمتد للوصول إلى الجمهورية الجديدة 3 مايو كانت الافتتاحية للحوار الوطني هذا الحوار الذي يشمل العديد من المحاور التي نرسم بها الجمهورية الجديدة معنا ومعكم مشاهدينا حول هذا الموضوع بيسعدنا أن يكون في دعافتنا الأستاذ الدكتور يحيى هاشم أستاذ علم الاجتماع والحماية الاجتماعية ورحب بحضرتك وأهلا بك معنا أهلا بس آنف أهلا بس يدك دكتور يحيى خلينا نبدأ الأول نكلم على أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت بزل كل التحديات اللي بتواجهها البلد طبعا لا شك أن احنا النهاردة في ظروف يعني عالمية ومحلية مختلفة وبالتالي إطلاق فخرة الحوار الوطني تستحق مننا أن احنا يعني نكون داعمين لها وتستحق مننا أن احنا نقدم شكر للسيد رئيس الجمهورية على إطلاق هذه الفكرة ورعايتها لأن حقيقة الأمر أن الحوار الوطني هو بمثابة الفرصة الزهبية لمصر لبناء المستقبل إزاي؟ لأنه النهاردة احنا محتاجين نسمع بعض أكتر محتاجين نطرح مشاكلنا بشكل وطني مخلص محتاجين أن احنا نستفيد من كل العقول والكفاءات والأفكار الموجودة في بلدنا عشان نقدر نوصل لحلول مستدامة منطقية قابلة للتضيق تحل المشكلات بتاعتنا ومحتاجين احنا نتعلم نسمع الآخر ومش شرط أن رأي حضرتك عكس رأيه يبقى حضرتك غلط أو أنا غلط لا احنا كل واحد فينا يبص للقضية والمشكلة من وجهة نظر وطنية من حبه لبلده من رغبته في أنه يساهم ويشارك في أنه يطرح حلول ومقترحات مناسبة للمشكلة وبالتالي هنا هنخرج في النهاية بما يسمى كده بمجموعة أفكار من العصف الزهني الخاصة بمعالجات مختلفة للقضايا التي تطرح في المحاور المتعددة للحوار الوطني علشان نقدر نوصل لحلول نهائية وجذرية تساعدنا على أن نتخطى هذه العقبات وننطلق نحو المستقبل خلينا برضو نقول إن شاء الله الحوار طبعا مثمر ونخرج منه بمجموعة من التوصيات كيف يمكن أن تكون هذه التوصيات هي محل التنفيذ ولا تكون حبيسة للأدراب طبعا مهم جدا أنه يبقى كل الرؤى التي تطرح في الحوار الوطني هي رؤى قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت محققة لأمال المواطنين يعني ما هو دي هتنبع منين؟ ونهار دا ما يبقى عندي خبراء وأهل رأي من من يعيشون حياة الناس وليهم ارتباط بالجماهير وبالناس وعارفين المشاكل اللي الناس بتمر بيها ومحدد طبعا بعض القضايا العامة والهامة في هذا الأمر أكيد هيبقى عندهم رؤية بتتطابق مع الواقع ويشعرون باهتمامات الناس واحتياجاتهم وكيف يمكن أن نطرح حلول تتماشى مع طبيعة المجتمع ومع ثقافته ومع عاداته وتقاليده وفي نفس الوقت تحقق الاستفادة من أي عناصر قوة بتميزنا في الموضوع ده عشان نقدر نتخطى الأزمة ونضع الحل المناسب أكيد طيب لو تكلمنا على محاور هذا الحوار الوطني فيه محاور سياسية ومحاور اقتصادية ومحاور اجتماعية خلينا نبدأ بالمحاور الاجتماعية وده اللي يمكن منوض بيه حلقتنا النهاردة لأن المجتمع فعلا فيه بعض المشكلات المجتمعية اللي ممكن تكون سبب من الأسباب للمشاكل التانية سواء كانت اقتصادية أو سياسية طبعا وإذا حلناها بالفعل الدنيا هتستقر صحيح هل نقول أهم المشكلات اللي هاتم ترحها على مائدة هذا الحوار خلينا نتفق من سؤال حضرتك على أنه فعلا هناك تكامل وتأثير وتأثر مباشر ما بين المحاور السياسي والمحاور الاقتصادي والمحاور المجتمعي وأنه الانطلاق القضايا ومناقشتها في المحاور المجتمعي سيحقق ألية من الحراك المجتمعي في القضايا المختلفة هيخلينا نقدر النهاردة نطرح القضية بكل الأوجه وكل الحلول الممكنة عشان لما نطرح حل يبقى حل متكامل لأنه في الحقيقة أنه كل الجوانب بتؤثر في بعض أو بتتأثر ببعضها البعض تأثر كبير جدا ما نقدرش نقف الجانب عن الجانب الآخر وبالتالي الإطار العام لمحاور سياسي ومحاور اقتصادي ومحاور مجتمعي هو إطار أتصور أنه إطار متميز جدا لأنه عمل مظلة شاملة لتغطية كل ما يدور في المجتمع المصري بكافة العناصر الرئيسية المهمة أو الأكثر أهمية وبالتالي هتبقى النتائج إن شاء الله المتوقعة من هذا الحوار تكون فاعلة وإيجابية لأنه هي كمان هتعرض على السيد رئيس الجمهورية وبالتالي لاتخاذ القرارات المناسبة أو التوجهات المناسبة أو إصدار تشريعات جديدة تعالج هذه القضايا وده في الحقيقة بيخلينا نقول أنه لا إحنا بجد هذه الفرصة مهمة جدا لنا كلنا كمصريين بنحب بلدنا وبالمناسبة الحوار الوطني ليس فقط في القاعات المغلقة هو الفكرة إنها تبقى تسري في وجدان المجتمع إن الحوار الوطني هنا إطلاق لفكرة ومبدأ وترسيخ لحاجة مهمة جدا في المجتمع وهو الحوار على كافة المستويات وكافة الأصعيدة وفي كافة المحافظات وبالتالي الجهة المنط بها التنسيق والترتيب للحوار الوطني بتتلقى كافة الاقتراحات والحلول وكافة كل ما يطرح من المواطن بتتلقى من كافة أنحاء الجمهورية يعني في تواصل ما بين المواطن وما بين القائمين على هذا الحوار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن دي حاجة من إيجابيات هذه الوسائل طبعا دي حاجة مهمة إن بي في تواصل ما بين المجتمع وبين الهيئة اللي بتنظم الحوار الوطني ومهم كمان إن احنا نرسخ في المجتمع ونستفيد من هذه الدفعة القوية اللي دفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع المصري في ترسيخ مفهوم الحوار فإن احنا نطلقه ونرسخه في المجتمع كله مش بس في القاعات الرسمية اللي هيتم فيها هذا الحوار ولكن لا على مستوى جماهيري كبير على مستوى المحافظات عشان نقدر حراك مجتمعي كبير رصد للواقع احنا بنعيشه الطرح رؤى مننا كمواطنين بنحب بلدنا عايزين بجد نحل المشكلة وعايزين نخلي بلدنا أحسن بلد في الدول يا رب ان شاء الله طيب خلينا نقول الموضوعات بقى اللي هيتم طرحها المجتمعية منها مثلا ما يتعلق بموضوع الزيادة السكانية ودي من الحاجات المهمة ايه تاني ممكن نقول يعني نقول للناس كلها ايه ايه اكتر الموضوعات المهمة موزح لك هو يعني من اكتر او اهم او القضايا الرئيسية المطروحة في المحور المجتمعي قضية الهوية الوطنية وقضية الزيادة السكانية وقضية تعليم الصحة الشباب وبالتالي هنا احنا بنلاقي انه هذه المجموعة من القضايا بشكل اه يا صحيح قضية لها شكل عام ولكن لها تفريعات كثيرة جدا ولها معالجات كثيرة جدا ويمكن ممكن في حوارنا مع حضرتك ان احنا ناخد قضية قضية منهم ونفتح فيها الافاق علشان نقدر نخلي المواطن معنا ومع الحوار الوطني عنده نوع من التواصل ونوع من الرغبة الحقيقية في انه يسهم في تقديم اقتراحاته وهو ده هدف الحوار الوطني لكل المصريين الحق في المشاركة فيها طب تمام نبدأ بالمشكلة السكانية لان دي من الاساسيات اللي فعلا اللي بقى لنا يعني سنوات وسنوات مش سنوات كم من ده يمكن من دي لك بالضبط العمر ونكلم ان احنا عندنا نفس المشكلة وبرغم من كل الحلول اللي حاولنا ان احنا نترحق لكن ايلا ان انا زيادة المشكلة مشكلة كبيرة هو فعلا انه الزيادة السكانية اخطر عائق يخف امام التنمية في مصر ويمكن المواطنين في القواعد الجماهيرية البسيطة ما بتشعرش قوي بالمعنى ده وبرضه في نفس الوقت احنا مش هنقدر عشان نعالج هذه المشكلة نقول للناس ما تنجبوش مش عايزين انجاب مش هينفع ولكن نقدر نقول لهم عايزين ترشيد وعايزين ترتيب وعايزين نفهمكم كويس قوي مدى التأثير المباشر لهذه الزيادة السكانية على حياتكم وحياة ابنائكم بقى النهاردة الزيادة السكانية لو لما بنبدأ من بداية المرحلة العمرية في الطفولة بقى العدد الاطفال ده النهاردة عندنا لو فق قدرتنا على ان يبقى عندنا حضانة في المستشفى يبقى عندنا تطعيمات للاطفال يبقى عندنا رعاية صحية معينة هيعمل لنا مشكلة عدد الاطفال دي النهاردة زي ما احنا بنعاني فيه تكدس كبير في الفصول وفي المدارس طب ما احنا عارفين فيه تكدس وبنعاني منه ما هو جي من ايه نتيجة انه فيه اعداد كبيرة جدا تفوق القدرة الاستعابية طيب ما هو الناس دي عايزة تسكن في مساكن طيب ما احنا عايزين مساكن برضو تستوعب هذا القدر من البشر والسكان الناس دي عايزة فرص عمل محتاجين فرص عمل وهكذا في الزيادة السكانية ما هيش فكرة انه عدد مواليد بيزيد ده موضوع في غاية العمق داخل المجتمع وفي غاية التأثير على عناصر كثيرة جدا في المجتمع وتصوري انا الشخصي انه حل هذه المشكلة او طرح حلول ممكنة لمشكلة الزيادة السكانية تتطلب مننا ان نطلق حلول جديدة خارج الصندوق تمام وفعلا في حلول كتير اتقدمت قبل كده والغاية دلوقتي زي ما بنقولنا لسه لازلنا حتى الان وبتزيد بزيادة نسبة اعلى من النسب اللي كانت في السابق فدي مشكلة كبيرة طب نطلع لتقرير نطلع لفاصل ونرجع نكمل نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا الفاصل ونرجع نكمل معاكم على ارض مصر الحوار الوطني وطن يتسع للجميع وهذا الوطن يحتاج الى الهوية الوطنية ازاي نقدر ان احنا نرجع الهوية مرة تانية لما نفتقدها خلينا نؤكد على انه الهوية الوطنية هي من اهم ركائز الامن القومي الاجتماعي لانه الهوية الوطنية هي قضية استقرار للدولة الهوية الوطنية دي هي بصمتنا وعلامتنا في الدنيا وفي التاريخ وفي كل حاجة النهاردة لما بتتطور قليات هدم وتفكيك المجتمعات من اعداء الاوطان بتركز بالدرجة الاولى على الهوية الوطنية الايدة صح ودي الحرب الجديدة اللي بدأوا ان هم يعملوها ويبدأوا فيها فعلا لانه الهوية الوطنية دي هي عارفة حضرتك البصمة بتاعتنا فتخالي حضرك حد بصماته بتروح فخلاص فالهوية الوطنية دي هي العلامة الرئيسية لنا الهوية الوطنية دي هي سماتنا وعداتنا وتقاليدنا وتبعنا والأسس اللي احنا بنمي عليها حياتنا سلوكياتنا عاداتنا الهوية الوطنية دي هي البصمة المصرية في التاريخ طب ازاي نقدر ان احنا بالفعل نعالج يعني ما حدث من تشويه في المرحلة اللي فاتت طبعا الموضوع هنا بيتطلب خطة يعني يعمل فيها كافة اجازة الدولة لانه الهوية الوطنية وتعزيز مفهومة لدى المواطنين وزيادة الوعي المجتمعي بقيمة الهوية الوطنية حاجة مش يقدر يعملها واحد او اثنين او ثلاث هي استراتيجية وطن من اجل الحفاظ على هذه الهوية بيتلاقي حضرتك في دور كبير للتعليم في دور كبير للجهات المعنية بالشباب في دور كبير للإعلام في دور كبير للرموز المجتمعية اللي بتتواصل مع الناس من خلاله وصائل التواصل الاجتماعي وغيره في عندنا دور مهم جدا للوزارة الثقافة اللي عندها طبعا المراكز والاليات للنفاذ لكافة أرجاء الدولة عندنا أدوار كثيرة كثيرة مهمة ان احنا نرسخ ونؤكد على ان الهوية الوطنية وحفظنا عليها وانه ازاي بقى عندنا الوعي بان اعداء الوطن عندما يريدون تفكيك وهدم المجتمع بيستهدفوا الهوية الوطنية فلازم احنا لما عندنا كمواطنين هذا الوعي هنقدر نتصدى لها هنحافظ على تراثنا وهوياتنا هنستطيع أن نستمر ونستمر في النجاح والتقل طيب احنا عندنا مشكلة كمان كبيرة بتواجه يعني فعال الحفاظ على الهوية الوطنية هو ما هو القادم إلينا من الغرب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي اللي أصبحت إدمان عند الشباب اللي هما دلوقتي هما الهدف سواء كان هدف للوطن أن هؤلاء الشباب فعلا يحافظوا على هويتهم الوطنية أو الهدف لمن هما خارج الوطن وعايزين يهدموا الهوية الوطنية طبعا طب ازاي يقدر أننا فعلا أحد من هذه المشكلة الخصة بوسائل التواصل الاجتماعي خليني أحاية حضرتك على سؤالك ده لأنه فعلا في غاية الأهمية لأنه النهاردة التعامل مع الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه التكنولوجيا وهذا العالم المفتوح أصبحت واقعا بنعيشه ما ينفعش نحط رأسنا في الرمل ونقول مش هنتعامل معه أو نمنعه لا احنا مش هنقدر نمنعه يعني مش هنقدر نمنع الانترنت ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا نقول للناس احنا عايزين نرجع وراء في الزمن للخلف لا احنا عايزين نحط وعي مجتمعي بكافية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ونضع وعي في عقول الشباب والأجالي القادمة في أنه لازم تبقى عارف أنه مش كل ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي هو حقيقة لأنه الطرف الآخر هو طرف مجهل بالنسبة لك أنت ممكن يبقى حاطة آصفة حاطة صورة حاطة اسم ولكن مش شرط أنه هذا المصدر هو المصدر الحقيقي ويمكن هنا خلينا نحيي الدولة المصرية فإنها بالفعل بقى لها صفحات رسمية ده حتى رئيس الجمهورية له صفحات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الدفاع وزارة الداخلية مجلس الوزراء ليه؟ علشان أنا معاوز معلومة أو مشوف معلومة أحس أنها كده فيها أمر مش مصبوط لا أرجع بقى للجهات بتاع بلدي الرسمية لصفحاتها الأساسية هقدر أستقل معلومة أعرف المعلومة السليمة وهنا أقدر أعرف أنه ما يبث عبر هذه الوسائل ليس سليم وأنه الهدف منه هو تشتيت انتباه المواطن وهذا الهدف منه هو هز روح الوطنية فينا تشككنا في أنفسنا وفي بلدنا وفي قيادتنا ولازم يبقى عندنا هذه الرؤية عشان نقدر نتصدى لها ونبقى فاهمين أنه استغلال أعداء الوطن لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا واستغلالهم لضعف قدرتنا على التعامل معها بشكل احترافي ده بيمثل خطورة كبيرة على المجتمع زي ما حضرتك تفضلتي وبالتالي ده بيحتاج برضو مننا مجهود مجتمعي كبير جدا تثقيفي وتوعوي وتعليمي علشان نقدر نضعف الأجيال القادمة وفينا حتى ككبار نطور من معلوماتنا ومن أدواتنا ومن طرقنا للتعامل مع هذه الوسائل عشان ما نبقاش فريسة سهلة لمن يريد أن يفترسنا صح نأمل يا رب بإذن الله من ضمن الموضوعات المهمة جدا ما يتعلق بالتعليم والتعليم برضو من الموضوعات اللي ترحت كثيرا في كثير من النقاشات وإلى الآن برضو احنا لسه بنحاول فهنقول إيه اللي ممكن يطرح على هذه المئدة في ملف التعليم طبعا ملف التعليم ده يعد من أخطر الملفات في الدولة لأنه التعليم ده هو الحاضر والمستقبل والعلماء والحياة والاختراعات والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والاقتصاد هو تنمية البلد هي بتعليم الحقود بالدولة فعلا التعليم ده قضية كبيرة جدا أكيد هيبقى فيه جوانب خاصة بتطوير المعلم وجوانب خاصة بتطوير المنشآت التعليمية وجانب مهم أتمنى أنه يكون في عليه تركيز وهو التعليم الفني المزدود لأنه المجتمع المصري يحتاج إلى زيادة الوعي بشكل كبير جدا بأهمية ومفهوم التعليم الفني المزدوج لأنه ده هو اللي بيمكن الأجيال القادمة من يبقى عندها تعليم له طلب في سوق العمل له يعني فرصة أنه ينطلق نحو المستقبل كمان النهارده بنلاقي أنه بالفعل في بعض الأرجال الأعمال الوطنيين بعض الشركات الوطنية بتعمل مدارس ثانوية فنية صناعية خاصة بالتوجه الصناعي بتاعه علشان يبقى الطالب لما يخش التعليم الفني ده يتضرب عندهم في مصانعهم يقدر بعد كده يشتغل معهم يقدر يبقى عنده فرصة وخبرة للتدريب والتطبيق نقدر نخلق من المجتمع قاطرة من العمل في المشروعات الصغيرة ومتنهيات الصغر والعمالة المدربة المحترفة لأنه الدنيا النهارده كلها بقت في الخارج ما حدش بيعترف بالصمعة أو الحرفة إلا إذا كانت موثقة يعني إذا كان لها شهادة عشان أقدر أقول أن أنا فني ومهني محترف في مجال كذا أو كذا لازم يبقى عندي تعليم لازم يبقى عندي شهادة وبالتالي هي دي نقطة الانطلاق الجديدة نحو المستقبل اللي نتمنى أنه المجتمع كله يبقى عنده زيادة في الوعي بقضية التعليم الفني المزدوج وأهميته وأنه هو بجد فرصة كبيرة أنه ننتهز فرص العمل المستقبلية وأنه ما يبقاش عندنا تعليم لمجرد التعليم لا إحنا بنوجه التعليم لخدمة التنمية وخدمة الصناعة وبالتالي خدمة المجتمع أكيد وكمان يبقى التعليم مواكب كمان لإحتياجات السوق لأنهم مش عايزين خارجين قاعدين مش بيشتغلوا فهذا مهم زي ما حضرتك قلت الصحة برضو من الموضوعات المهمة جدا جدا في المرحلة القادمة طبعا يمكن الصحة إحنا عندنا نموذج يعني رائع من المبادرات الرئيسية اللي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمئة مليون صحة وكافة التفارعات الخاصة بها وده يمكن عمل في المجتمع طفرة ونهضة ثقافية وتوعوية تجاه قضايا الصحة وبالتالي هنا يخلينا وإحنا بقى دخاز التجهيز والتأهيل هيخلينا وإحنا داخلين للحوار الوطني وبنطرح قضايا الصحة وبمختلف محاورها على المتخصصين بقى والأطباء وأصحاب المهن المختلفة في هذا الأمر أكيد هيبقى فيه توجه وتركيز على مزيد من القضايا هيبقى فيه توجه على تطوير آليات العلاج والتأمين الصحي وكافة القضايا المتعلقة وأمنيتي أنا الشخصية أنه يكون فيه تركيز كبير جدا على تزليل العقبات أمام مرضى الفشل الكلوي اللي هما بيعيشوا على جلسات الاستصفاء الدموي اللي هو الغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع طول العمر يحتاجوا المزيد والمزيد والمزيد من تسهيل الإجراءات في تجديد الخطبات بتاعت الحصول على الموافقة الغسيل الكلوي يحتاجوا المزيد والمزيد من التثقيف والتوعية يحتاجوا المزيد من التسهيل في إجراءات كثيرة جدا نتمنى أنه تشملهم أيضا النقاشات في الموضوع الخاص بالصحة عشان نقدر كده نحقق أو نستفيد من الدفع التوعوي التفقيفي الصحي الكبير اللي عملتها المبادرات الرئاسية بتاعة 200 مليون صحة أما هو احنا بنبني ما هي دي الدولة احنا بنبني يعني بنعمل خطوات وبنبني على الخطوات ما فيش حاجة بتتعامل النهاردة في بلدنا بتتعامل كده لمجرد أنها هتتعمل لا الأمور بتتم حقيقة الأمر على أسلوب علمي على قضايا مرتبة على تخطيط استراتيجي واضح له رؤية حالية ورؤية مستقبلية طبعا للوصول للتنمية المستدامة بشكر حضرتك جدا نورتنا يا دكتور شكرا لوجود حضرتك معنا شكرا كيفانا شكرا توجه بالشكر مشاهدينا الأستاذ الدكتور ريحيا هاشم وأستاذ علم الاجتماع والحماية الاجتماعية شكرا لحضرتك مرة تانية شكرا بشكر حضرتكم كل أمنياتنا فعلا بنجاح الحوار الوطني والوصول والعبور بي إلى الجمهورية الجديدة وإذا كنا كلمنا النهاردة عن محور مهم وهو المحور المجتمعي إحنا محتاجين فعلا أن المجتمع يتم فيه تغيير شامل تغيير فيما يتعلق بالقيم والمبادئ عودة القيم والمبادئ المصرية مرة تانية بشكر حضرتكم بكرة القاء جديد وملف جديد نلقش معكم على أرض مصر ترجمة نانسي قنقر